هنتكلم في الحلقة دي عن أعراض الولادة في الشهر السابع لازم المعلومة تبقى عند الحوامل كلهم عشان يبقوا عارفين كويس جداً إيهي أعراض الولادة المبكرة في الشهر السابع عندك احتمالين ممكن يحصلوا الاحتمال الأولاني لو عندك المعلومة إيهي الأعراض وعرفتها كويس جداً إنك تتوجهي في وقت مناسب إلى الطبيب أو إلى المستشفى ويتم إسعافك في الوقت المناسب في الحالة دي ممكن تنجي من الولادة المبكرة في الشهر السابع وتتخطي مرحلة الخطر والاحتمال الثاني إن حضرتك تبقى عارفة المعلومة دي أو ما تعرفهاش أصلاً الجهل بالشيء وتتعرضي لولادة مبكرة لذلك هنتكلم عن أعراضها في الشهر السابع وكمان هنتكلم إزاي قدر المستطاع نحمي نفسنا من الولادة في الشهر السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما ولا وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى تعالوا نتكلم عن أعراض الولادة في الشهر السابع أول حاجة عندي هي وجود انقباضات مستمرة أو متزايدة ونقف ثانية هنا الانقباضات دي التحجيرة التحجيرة دي عندي منها نوعين تحجيرة بتروح وتيجي وده شيء طبيعي بيحصل ربنا عمله لتدفق الدم حولين منطقة الرحم واللي حواليها فده شيء طبيعي وده اسمها انقباضات براكستون هيكس ولكن الانقباضات دي زي ما نقول أو التحجيرة دي بتيجي في وقت وبعدين بتفك بعد شوي لكن لما لقيها متزايدة 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 هنا ممكن أقلق شوية ممكن هنا زي ما قلنا نحن نلحق نفسنا ممكن تكون أعراض ممكن تكون أعراض ممكن لا هنا أروح للطبيب الطبيب ممكن يوصف لك مهدئات للرحم لو كان الموضوع متعلق بفقط أنه محتاج الأمر إلى مهدئات للرحم خلاص وممكن يكتشف أن دي أعراض ولادة مبكرة فالانقباضات دي إذا كانت مستمرة يعني مستمرة لا ما بتفكش متزايدة 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 كل شوية واترتها بتزيد التحجيرة بتزيد 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 دي هنا ولادة ولادة إنما لو دي اللي هي اللي بصفة مستمرة ما بتوقفش أو متزايدة نها إيه التحجيرة بتحصل كتير قوت أثناء اليوم وبتبقى جديدة ومؤلمة بالنسبة لي وعلى غير العادة على غير العادة مش ده الطبيعي بتاعك هنا برضو في الحالتين لازم نروح لطبيعي عشان نتطمن الأمر الأخرى العرض الأخرى هو ألم شديد في البطن خاصة أسفل البطن ألم شديد أو ألم شديد أو اللي تنم مع بعض في الظهر كأنه أعزك الله زي ألم الحيض لدى سيدات أو تقل في منطقة الحوض الحوض عند حضرتك فيه تقل جديد التقل ده ممكن يبقى نتيجة إن النزول الجنين في هذه المنطقة والخبط المستمر فالتقل ده ممكن يكون نذير إلى ولادة مبكرة وممكن يتلحق لو حضرتك حسيت بهذا الأمر ما تخفيش حصلت لك حاجة كده ما تقلقيش روحي للطبيب فيه إسعافات هتحصل من قبل الطبيب طبعا وهيلحق الموضوع وبإذن الله تتخطي موضوع الولادة المبكرة زيادة الإفرازات المهبلية الإفرازات المهبلية الطبيعية بتبقى لونها شفاف أو أبيض أو لونها حليبي تلاقيها بمتزايدة بقى وممكن تلاقي فيها خيوط من الدم يعني وردية أو لون أو ظهور دم هنا برضو أقلق مش بالضرورة إنه تحصل ولادة مبكرة ولكن ده أعراض ممكن لو لحقناها وروحنا للدكتور في الوقت المناسب ممكن تتلحق نزول مية تلاقي إن فيه مية وخلي بالك نزول المية مش كل نزول مية معناها إنها ولادة ممكن يكون فيه نزول مية ارتشاح عادي في عنق الرحم وده بيحصل طبيعي لأي سيدة نتيجة إن ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى عملها إن بيحصل تطهير لمنطقة المهبل فممكن يكون إحساس بنزول مية كاذب من عندك ففي الحالة دي فيه مية بتنزل علي أعمل إيه؟ طب دي طبيعي ولا مش طبيعي؟ لا أروح للطبيب أو للطبيبة هي تقولي إذا كان ده طبيعي ولا مش طبيعي الحاجة الخطيرة والمهمة واللي في إيدك تعرف فيها بنفسك هي حركة الجنين حركة الجنين دخلت الشهر السابع سابع تامن تاسع بنتكلم عن 10 حركات خلال 12 ساعة و 10 حركات يعني إيه؟ الحركة أو 10 لعبات خلينا نقول أدق عشر لعبات لإن اللعبة ممكن تكون 20 حركة في مرة واحدة دي اسمها لعبة وأنا عايز 10 لعبات يعني الجنين يكون لعب مرة واحدة ورا بعد كده يكش يكون ضرب بإيده أو برجله مرة واحدة دي اسمها لعبة ضرد ضربتين 3-4 في مرة واحدة دي اسمها لعبة برده عايزها 10 مرات في 12 ساعة يعني في 12 ساعة يعني انت صحيتي الصبحية قلتي لي اني الساعة 7 بالظبط اول احساس لي بحركة الجنين طيب يبقى من الساعة 7 للساعة 7 مساء في خلال 12 ساعة تكوني عديتي 10 مرات في 10 توقيتات مختلفة ان الجنين اتحرك فيها طيب ما حستيش بالعدد ده وكان العدد اقل هل هي ولادة مبكرة لا ممكن يبقى هنا اروح اطمن هل الجنين كويس ولا الميا نقصت حواليه فهو محتاج حاجة ولا 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 هنا الكشف يقول لك طيب الحاجات اللي انت اهتميت بيها دي رحت واكتشفت انها حاجات عادية خلاص يبقى خير وبرك طيب لو ما كانتش حاجة عادية يبقى ممكن تتلحق طيب لو تجهلت الامر يبقى ممكن تودي نفسك في ولادة مبكرة عشان تحمي نفسك من ولادة مبكرة يبقى لازم تتبعي بعض التعليمات السليمة الصحية المناسبة لاي حامل في الكون رقم واحد ان يبقى بقاش عند حضرتك فقر دم ما يبقاش عندك أنيميا يعني تغذية سليمة يعني لو عندك أنيميا يعني لما عملت تحليل صور الدم كاملة وطلعت من النسبة الهيموجلوبين عندك ضعيفة شوية ده بيخليك عرضة اكتر ليه ولادة مبكرة لقدر الله لانك ضعفانة شوية فبالتالي أنت محتاجة هنا مكملات غذائية فالدكتور كتب لها الدكتور كتب لها مكملات غذائية لازم تمشي عليها إهمالك في المكملات الغذائية وإهمالك في التغذية السليمة النظيفة وبكرر كلمة النظيفة لأن التلوس أحد أسباب الإصابة بالعدوى اللي ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة فكلمة التغذية السليمة ده ده علم بيعطى فيه يعني دروس ومحاضرات وفيه ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه في التغذية السليمة طيب تاني حاجة عشان تقي نفسك من ولادة مبكرة تهتمي بشرب المية والسوايل لأن الجفاف ممكن يعرض الحامل لولادة مبكرة ومزيد من الانقباضات وتملي لما بتيجي انقباضات ولكن الشراب مية لعل هذه المية تخفف من الانقباضات شوية يبقى المية تمن أكواب مية على الأقل في اليوم ده بيحميكي قدر المستطاع طبعا كل حاجة بإيه دربنا سبحانه وتعالى من خطر الولادة المبكرة علاج الالتهابات وهنا الالتهابات دي بجميع أنواعها التهابات مهبلية ودي تعرفيها عن طريق إفرازاتك الملونة يعني اللي لونها أصفر اللي لونها أخضر حتى البيضة المجبنة اللي رحتها شبه ريحة زفارة السمك يعني ريحة مش حلوة حاجات دي كلها التهابات وفطريات وطفايليات حاجات دي كلها لو أهملتها ممكن تتأثر بها الحامل بشكل غير مباشر حاجة بتؤدي لحاجة 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 لحد ما توصل لولادة مبكرة أو التهابات المسالك البولية دخولك الحمام بشكل متكرر تفتكر إن الموضوع ده حاجة عادية في الحمل آه هو حاجة عادية في الحمل ولكن ممكن يبقى مش عادي برضو في نفس الوقت الست الشطرة تعمل إيه من جحين للتاني تعمل تحليل بول حتى لو الطبيب ما طلبش منك يعملي تحليل بول ومزارعة بول طبعاً إنه ما عندكيش بكتيريا في البول لإن البكتيريا اللي موجودة في البول في المسالك البولية ممكن الموضوع يؤثر بشكل غير مباشر ويوصلك لموضوع ولادة مبكرة مراقبة الضغط الوزن السكر الناس اللي بيشتكوا من سكر الحمل أو عندها سكر ترائب مستويات السكر بتاعتها لإن ده ممكن برضو يؤدي بيها لولادة مبكرة الناس اللي عندهم مستويات الضغط مرتفع على طول ده ممكن يؤدي بيك إلى ولادة مبكرة خاصة لو لا قدر الله ارتبط الموضوع بزيادة نسبة البروتين في البول فنوصل لمرحلة تسامم الحمل اللي ممكن يؤدي لولادة مبكرة بطبيعة الحال فمستويات الضغط الدم المستوى السليم يبقى 120 على 80 يعني في هذه الحدود الطبيعية تملي ترائب الضغط والوزن والسكر حكتين بقى هنا ما كتبتهمش إيه هما؟ المجهود الزيادة والمجهود الزيادة والمجهود الزيادة ده ليه أنا ما كتبتوش؟ عشان هتخانئ معاكم براحتي المجهود الزيادة اللي انت بتعمله انت حامل انت مسؤولة عن بيبك زونتوت قد كده جواكي انت ما تنتعيش البيت وترفعيه على ايد واحدة وتغسلي سجاجيد ويشعر في ايه كل ده وانت حامل دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تؤدي بيك الولادة مبكرة المجهود 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 طيب حاجة كمان الناس اللي عندها مشكلة في عنق الرحم ضعف عنق الرحم او اي حاجة من هذه الشكلة عليها انها تعمل فحصين لقياس عنق الرحم في الشهر التالت وفي الشهر الخامس ولو لازم الامر الطبيب بيعمل لها ربط لعنق الرحم لوقايتها من خطر الولادة المبكرة ومثبتات الحمل بالنسبة للحوامل ده امر بيرجع عليه الطبيب بيحدد حالتك الصحية وتاريخك في الحمل لو انت عندك مرات سابقة من الحمل فكل واحدة بتفرق عن التانية وكمان تخثر الدم الناس اللي عندها مشاكل في تخثر الدم بياخدوا مميعات للدم ده خاص فقط بالناس اللي عندهم مشكلة في نسبة التخثر في الدم او نسبة تجدد الدم اللي ممكن تبقى اعلى شوية من الطبيعي عند بعض السيدات فهنا بس دول اللي بياخدوا مميعات الدم خلاصة الموضوع عشان تحمي نفسك من ولادة مبكرة اي حاجة بعيدة عن النمط الصحي السليم ممكن يؤدي بنا الى ولادة مبكرة خلينا في السليم وبلغش نعمل زي سعاد شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته